السلام عليكم في الفيديو ده انا هتكلم فيه ازاي تقابل فيه السول ميت رفيق الروح ناس كتيرة قوي بتحب انها تعيش علاقات نكحة ويعتبر من اهم الحاجات الاساسية في الحياة اللي ممكن الانسان يحس بيها بسعادة طب ازاي يقابل الشخص اللي عيش حياة سعادة معاه والعلاقة دي تبقى نكحة ودايما بتتطور او ازاي يقابل رفيق الروح السول ميت او توقم الروح زي ما بيسموه اول حاجة عشان تقابل السول ميت لازم نعرف ان علاقة رفيق الروح مرتبطة بالبعد الرابع واحنا عايشين في البعد الثالث البعد الثالث اللي هو العالم المادزي اللي احنا عايشين فيه فعشان نخرج من البعد الثالث ونتنقل بوعينا للبعد الرابع لازم نخرج من وعي الضحية لازم تتحمل مسئولية حياتك كل الناس عايشين في الحياة في دور انه مظلوم في الحياة أما الشخص اللي بتطور هو يعي جيداً إن كل شيء بيحصل في حياته هو المسؤول عنه مسؤولية كاملة في النهاية الكون عبارة عن مراية صدقة جداً جداً بتعكس لنا إيه اللي موجود جوانا وكل إنسان في الحياة دي بيعيش الكرمة بتاعته يا إما نتيجة تعامله مع نفسه الصورة الذاتية اللي هو رسمها عن نفسه لروحه شايف نفسه إزاي وتعامله مع ضفله الداخلي إيه نظرته الذات وتقديره لها ويا إما بيعيش نتيجة تعامله مع الآخرين يبقى الكرمة بتاعتنا اللي هي طريقة تعاملنا مع نفسنا وطريقة تعاملنا مع الآخرين هي دي الحياة فالشخص اللي عنده وعي بيتحمل مسؤولية حياته مسؤولية كاملة وعارف إن كل شيء بيحصل في حياته هو المسؤول عنه هو إنعكاس لللي موجود في الداخل بتاعه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيره ما بأنفسه يبقى أول حاجة لازم نخرج من وعي الضحية تاني حاجة عشان نقبل توقم الروح أو السول ميت اسمه توقم الروح لازم تكون متصل بروحك طب إزاي يكون متصل بروحي وعيز ذاتي الحقيقية بإن أنا أفهم نفسي كل إنسان عنده شخصيتين ذاته الحقيقية والإيجو اللي هي النفس الزائفة اللي الإنسان بيحط قناع عشان يداري بيها الألام بتاعته تفهم إيه ألامك في الحياة اللي أنت عشتها وتبدأ تخرجها من عقلك اللواعي وتتشافى من ألامك عشان روحك تتشافى وتقدر تعيش حياتك تفهم إيه أكتر ألم أنت تعرضت له في حياتك ظلم ولا هجر ولا نبد تفهم هذي الألام وتبدأ إن أنت تتعامل معها وتتشافى منها وفيه فيديوهات موجودة على قناتي بتكلم فيها عن الألام النفسية وإزاي تتشافى منها عشان كل ما تشافيت روحيا كل ما قدرت تعيش حقيقتك وكل ما كنت تقدر إنك متصل بروحك تالت حاجة عشان تقدر تقابل الصالمات بتاعك لازم تكون عايش رسالتك في الحقيقة تفهم نفسك إيه شغفك إيه الحاجة اللي أنت بتحبها إيه الحاجة اللي أنت بتلاقي نفسك فيها مفيش إنسان موجود على الأرض اللي لليه رسالة لوجوده في الدنيا دي ربنا سبحانه وتعالى بقول أحسبتم أنما خلقناكم عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون تعرف إيه هي رسالتك في الحياة لما تعرف رسالتك وتبدأ إنك تقديها وتعمل حاجة لها قيمة وتعيش الشغب بتاعك هيبدأ يظهر الصومت رفيق الروح في حياتك رابع حاجة إن إحنا لازم نخرج من مستويات الوعي المنخفضة يعني الأحكام وعدم حب الذات والشعور بالزنب وعدم التثامح والغيرة وكل الكذب وكل المشاعر السلبية دي وأنا عاملة فيديوهات على قناتي عن خطورة الأحكام وفك التعلق وبتكلم فيها عن أضرار الكذب والغيرة والحسد وعدم التثامح أنا بقدم لك فيها معلومات الهدف من المعلومات دي إنك المفروض بعد ما تعرفها تبطل وتوقف الحاجات دي بقدم لك معلومات من علم الطاقة وعلم النفس هحط لكم اللينكات بتاعة الفيديوهات دي في صندوق الوصف لما تخرج من مستويات الوعي المنخفضة وتبدأ إن أنت ترتقي يبقى أنت كده بتخرج من البعد الثالث للبعد الرابع في مستوى وعيك خامس حاجة عشان نقابل بيها توقم الروح أو السولميت رفيق الروح لازم نكون فاهمينها عن قبله لما يكون الراجل راجل والستة ست يعني إيه الكلام ده يعني لما نكون إحنا متزنين طاقيا الراجل عارف إيه هو بالضبط عايز إيه عائل عارف طموحه بيحب شغله جدا بيديه عنده أهداف بيحققها بينجز بيفكر بشكل عملي كويس وفي نفس الوقت هو شخص رحيم وطيب وحنون مع الأشخاص اللي حواليه وبيعرف إزاي يوازن ما بين شغله وما بين إن هو يدي نفسه شعور بالراحة والاستمتاع في الحياة ولما تكون الستة ست يعني هي أكثر رحمة ولين وتسامح وحب نفسها وتقبل للآخر واستعاب ليهم وفي نفس الوقت هي عندها شخصية قوية وقدرة على اتخاذ القرارات وبتعرف إزاي تحقق أهدافها في الحياة هي دي الحاجات اللي لو إحنا عملناها هنقدر نقابل في حياتنا في النهاية أنا عايز أقول حاجة إن استول ميت هو بيظهر في حياتنا نتيجة رحلة تطور إحنا ماشيين فيها لما إحنا بنطور أنفسنا ونطور في وعينا ونذكي أنفسنا ونبدأ نشتغل على أنفسنا بيبدأ يظهر في حياتنا الأشخاص اللي تكمل معنا رحلة التطور وتساعدنا إن احنا نرتقي أكتر في وعينا السلم ميت ممكن يكون شريك حياتك السلم ميت ممكن يكون أصحابك المكرر بين لي السلم ميت ممكن يكون شخص من قريبك أنت بتحبه وبتلاقي نفسك معي وبتلاقي بينك وبينه حالة هارموني إنسيجيم كده وبتحس إن هو بيساعدك في أن أنت تطور نفسك وتكون أفضل في جميع نواحي حياتك يا رب محتوى الفيديو يكون مفيد لكم ولازم تفهموا أن تطورك هو اللي هيخليكوا تخشوا في علاقات نجحة سواء مع شريك حياة أو أصدقاء حتى وإحنا بنتطور العلاقات السلبية اللي موجودة في حياتنا هتبدأ هي كمان تتطور لإن كل حاجة بتحصل برا هي إنعكاس للجوة فلما أنت تتطور كل حاجة حواليك كمان هتتطور لو محتوى الفيديو عجبكو اعملوا لي سبسكرايب ولايك وساعدوا في نشر الفيديو الأكبر عدد من الناس عشان نساعد على نشر الوعي شكراً اشتركوا في القناة